اشتركوا في القناة بعيد شوية عن البرزنتيشن والسلايدز والالوان والخطوط هنتكلم عن النيونيتا الكونفولجن بطريقة السمدل نيونيتا اهلا بكم الحقيقة لما قعدت كده وبدأت حضر نفسي ان انا اتكلم عن النيونيتا الكونفولجن قلت طيب يعني اتكلم عنه ازاي انت عارف بحي بيقعد شوية كده ايام شوية ايام كده مع نفسه ويبدأ يشوف هيتكلم عنه هيتناول الموضوع ده ازاي اتفكر قلت طيب ازا كنا احنا معظم المرات بنقول تكيل نفسك يعني ما كان قد بيعمل منيجمنت او تكيل نفسك في ال الاي سيو او في الورد وجالك حالك مثلا سفيد ستريس هتعمل ايه او تكون مثلا في التوارق ال اي ار ولا حاجة وجالك شوك هتعمل معها ازاي قلت خلاص خلينا اتخيل نفسي انا المرات خليني انا اتخيل نفسي وانا بعمل منيجمنت لحالة نيونيتا الكونفولجن حقيقية ممكن تقابلني او تقابلكو في الورد او في الاي سيو يعني على سبيل التغيير يعني طيب علشان اتخيل نفسي وانا بعمل منيجمنت لحالة نيونيتا الكونفولجن ضروري تفرق من حبتين هل انت في البوست نيتل ولا انت في الاي سيو اندي مهمين هيفرق في المنشم او انت عندك توسيناريو ممكن تشوف الحالة دي تكلموك عليها بي بقعد مع امه بيرضع يتولد مثلا النهاردة او مبارح او من يومين ثلاثة الفجأة لو عنده يونيتا الكونفولجن او بيشنت انت انت انكول في الاي سيو وبعد كده اكلموك السيستر بتقولك البيشنت عنده ابنورمال موفمين يعني اشوفه خلص؟ خلينا ناخد سيناريو الاولاني انا هتخيل نفسي لو انا هكلموني في البوست نيتل واقلولي البيشنت عنده ابنورمال موفمينت او كونفولجن الام خايفة او السيستر شافت ده او كده فانا رايح هيجي في بالي سؤال مهم اوي هم سواء هل الجهر الولد دوت كونفولجن ولا مش كونفولجن وهو ده مهم لانه ده هيفريمعك في المانجم طيب انت هتروح وتعمل وتشوف غالبا مش هتشوف الموفمينت لان هتكون روحت يعني هبتبقى ساكنز تمام لو شفتها خلاص خير يبقى الموضوع اتحد يبقى عارفت او كونفولجن ولا مش كونفولجن طيب لو هو لو انت مشفتهاش بقى وروحت هيبقى قدامك طريقين يا اما عندك امبريشن ان ده كونفولجن او ما عندكش ان هذا الامبريشن وان ده مش كونفولجن خلاص بس عايزة اقولك في الموضوع ده نقطة اتنين فقط لو السيستر عندها ديب كونسيرن ان ده حاجة معينة فرسبيكت الكنسيرن ده يعني لو هي عندها ديب كونسيرن ان ده مش كونفولجن وان دي جاتر موفمينت وان الام بس خايفة زادة عن لازم وهي شفيتها واجه عادية كونسيدر دوت ورسبيكت ولو العكس برضو لو هي بتؤكد لك ان ده كونفولجن رسبيكت ان ده كونفولجن خلاص قدي اول نقطة نجينا احنا تكلمنا على الموضوع دوت ان ترسبيكت النيرسين كونسيرن لانه فعلا انهم قريبين وشايفينه كده مع طبعا دورك بقى يعني النقطة التانية بقى عايزة اولا في الموضوع ده الام لو الام خايفة وان حتى انت متأكد والسيستر متأكدة مليون في المية ان ده مش كونفولجن والام مش مقتنعة وخايفة ومضطربة ضروري ترسبيكت حالتها دي وتاخد البيشن بها دي لانك انت مش هتقدر تسيبه هي في حالتها دي خلاص لانه في ناس مخها بيقفل كده ويقول لك لا ده مش كونفولجن والام دي خايفة اللي زاد عن اللازم وانها مش طبعية وان انا مش هعمله قد نشان عشان كده انا مش مع وجهة النظر دي خالص انا مع انك انت ترسبيكت حالة الام لانه ده جزء من المانجممت ان تمنج الام ده ده جزء من المانجممت للكاس كلها خلاص قديت النقطتين بعد كده لو انت عندك بعد كده اول ما تروح انت يو هفتو دول البيزيك ووك اوب لو فرضنا ان البيشن دوت في اتاك يبقى انت عندك لو ما بتروح وتشوفه في البوست نيتلي اما يكون في اتاك او او نقط اتاك لو في الاتاك هتبتدي تعملي الابي سي تو كلير الايروي وسكيور البريزينيك وتشوف البيتال ساين وتخليه ستيبل وتدي الفين وبارب لودنج فنو بحطه على طول لاين وتدي هل هو ان اتاك خلاص الفين وبرب يبقى الودينج توينت ميليجرام بركي جي بير اه دوس خلاص كده تنتخذ على 10 مينيز 10 مينيز يبقى انت لوقت الاتاك بعديها على طول هتعمل الابورك اوب سواء بقى انت ابوركي الاتاك ولا انت من الاول خاص ما هوش في مديتش دوس يعني ما هو في الاول نقطة ان اتاك فى انت لازم هتعمل البيزيك ورك اوب ايا كان حتى لو انه هو مش كونفالجن حك له هو جيترنل لازم هتعمل له ده هتعمل له البلاد شوجر وهتعمل له بلاد جاز وه وهتعمله البيزيك البيترولايتس اللي هي هي بقى اللي هي الكالسيم وهي ما اول والسوديوم والبوتاسيوم والماجنيزيا ودولة لابورك اوب كده هتعمله وهو حتى في البوست نيتا وهو لسه عنده البلوتجاز والجلوكوز بتعملهم وهو فوق طيح تعملنا دول لقيت طبعا فيهم اي حاجة ابنورمالي ابنورماليتي هتعمل له ادميشن حتى لو هيبو جليسيميا لو هيبو جليسيميا بقى قلت هي سبب اللي كونفوية هتدول البولاس وفجلوكوز البولاس وفجلوكوز معروفته ديكستروز انبرسين خلاص سهلهو يبقى كل حاجة عملنا لها لقيت حاجة تانى هايبو جليسيميا مثلا يبقى هتدي وان ام ال من الكالسيم جلوكونات وبيبقى الديوريشن كويسة علشان ان اندي يعمل فاتيكارت او قريسن خلاص او هي هايبو جليسيميا سبنيفكان هايبو كالسيميا خلاص ايبقى انت عملت ايه البيزيك وورك اوب والبيزيك انترفنشن اللي انت عملت ديت فيل فينوبارب والبيزيك ايه مانجمنت ازاك هتدي جلوكوز او هتدي كالسيم بعد كده هتعمله قدمش داخل ال NICU والبيشن او هو في الاول في ال NICU وكلموك السيسة بتقول ابدي عنده ابنورمال موكو وانا رايح كده برضو وانا رايح تخيل كنه هتقول طب هو البيشن ده انت اكد عارفه يعني عارف حاجه عنه انت معاه في الكول يعني هو البيشن ده متوقع يجيلو كونفولجن ولا لأ يعني ايه بقى يعني هل هو مثلا اتشاي ايه اتشاي ايه عادي نعمله كولينج فانت رايح عادي يعني ما عايتش هيجيلو كونفولجن او مثلا يكون هو كان عنده بيرسي ترومة وسيجنيفكان وفعلا ممكن يجيلو موكو ولا بيش انت عادي تاني بقى خالص واحد كده قاعد سيرت فور ويكس واخد سيباب يوم وهو دلوقت عاينزل كانيرا وبدأ ان له فيدنج اللي هيجيب له كونفولجن بقى انت عندك نوعينج عشان تهيق نفسك للأكشن اللي انت هتعمله طيب كلينا نقول بقى انت يعني يكلموني عن اياته الكونفولجن روحت الاي سيو روحت للبيت شفتو هل هو في اتاك ولا النوت ان اتاك اوه في اتاك لازم تعمل اي بي سي سيكيور البريزينج كويس تشوف البيتال ساين الهارت ريت والبلات بريجر ويكون تمام دول ان اتاك تجد ثين وبربع على طول وتديله ايه لودينج دوست وانتي ميلي جام بير كيجي طيب بعد كده تعمله نفس اللاب ورقة لانه دي بايزيك وهتتعمل بسرعة هتعمل الجلوكوز والكالسيوم والالكترولايتس والبلوتجاز دو المهمين جدي طيب بعدين بعد كده عندك السيناريو بقى هيمشي ازاي بعد ما عملك البيزيك مانجمنت والبيزيك وورك اوب هتبتدي طول بقى هو دلوقتي البيشانت كنترولد ولا نوت كنترولد لو هو كنترولد على الفينوبارب ايه بقى تستنى وتعمل بقى اللاب وورك اوب وتعمل معاهم لو انت في الاي سيو تعمل برين ألترا ساونت وتشوف هل هو need more further investigation ولا خلاص ده لو كان expected طب لو كان هو non expected لو فردنا انه هو patient 34 weeks ده اللي اخد سباب يوم ولا حاجة ونوت اكسب ايه بقى هتتفكر في الايه ترير كوزي مهمة اوي هنا انك تبقى تفكر في الميتابوليك الميتابوليك ديس اوردر او تبقى في جينيتك ديزيز او تحكى في الحاجات الرير بقى طيب معناها ايه معناها تتاحتك تعمل وورك اوب زيادة وهاخد بالك في اي حالات الكونفالجن عموما لو هي ما عندكش very clear cause يعني لو ما هيش HIE وانت عارف ان هتش هاي يجيه الكونفالجن حصل الكونفالجن يبقى انت يعني on top لازم تبقى تأكسكرود الانفكشن يبقى على طول من اي لاب وورك اوب حتى اللي في البوست ناتا لازم تعمله cbc وcrb وتعمله كمان cbc خلاص يبقى انت لو ان الكونفالجن ده ما عندكش clear reason الكونفالجن يبقى لازم تعمل الورك اوب يعني لازم تعمل cc طيب لو في الفير كيسس بقى يعني ماش متوقع ان يجلو كونفالجن يبقى تفكر في المتابوليك يبقى تعمل serum ammonia و serum lactate وتعمل تورش وتعمل cmv سيتومجالوبيروس ده بيتعمل بسي ارفاليورا الحاجات بقى غير وكمان ممكن تعمل coagulation profile لان ممكن يكون فيه هيمورج او bleeding ولو قدرت تعمل التراساوند يبقى كويس وبعدين فيرزر بقى انفستريشن بس ده هيجي بعد كده في اليوم التاني او التالت بعدين ممكن تحتاج تعمل brain MRI لو لسه الصورة مش واضحة ولو انت فكرت في ريركوزيس لازم تدو ايه investigate genetic disease هتعمل مكروموزومة الاستاطية عشان تشوف ايه اللي فيه طبعاً بتضافه المتابوليك المتابوليك جزء منه مهم او البرادجاز لانه هيبان فيها اللاكتيت وهيبان فيها البيئات شوه اسدوتك ولا ده وورك اوب مهم او كل المرضى ايه لازم يتاني بعد كده لو فرضنا بقى في المانيجمت ده هو not control يعني انت اديت الفين وبرب في الاول one dose و not control ده هتبدي half loading عشان يبقى الروض half loading half loading وبعد كده تروح لل second life يبقى عندنا loading half half 40 20 20 لا 20 10 10 تمام الloading 20 ميلي جرام بركيجي ال half loading 10 والhalf loading التاني 10 not control ده هتروح كده مهمة اوي هنا لانها ده غيرت كنا هنبدأ في ناطاية ممكن فيه ناس لسه معتفدة ده هتبدي ده تغير تماما ككل modern protocols وال management بقى ال conversion بقى هندي second line هو الكبرة الكبرة بنيدي 40 ميلي جرام بركيجي وبعد كده بنيدي maintenance طب لو فرضنا اديت كبرة او اديت الفينوبارب هدي الكبرة و not control ما فيه حالات صعبة بنيدي الميدازولام الميدازولام برضو بس الميدازولام ده بيبقى infusion بيبقى inpatient في الاي سي او وبياخده وبيتخد IV infusion بتبتدي بلولنجلوز ممكن من 100 ل 150 ميكرو جرام بركيجي وبعدين تبتدي تدينه طيب بعدين حتى لو نوت كنترولت بنيدي بقى general anesthesia بنيدي اللي هو الليدو كيان او ندي حاجة تانية دي بيدخل بقى معاك بعد كده الانسيزية والبديات المانجمنت اللي هي refractory conversion ودي من الحالات المهمة والصعبة ممكن حتى نبقى نتكلم عليها مرة كده الوحدة نقدينه عليها بسرعة بس ممكن نبقى نتكلم مرات الجاية عن management over refractory conversion ولو انها رير شوية بس مهم نعرف نحن بيه اهمية الكمولجان نسينا نقول ان النشفة الكمولجان والشكل الكمولجان وانواعه والكلام تا كله بس اخيرتنا اهمية الكمولجان انه بتبقى حالة امرجنسي فانت بتبقى مركز اوي في الكمولجان لكن ما فيش مشكله خلانا نقول الكمولجان ده بيبقى بريف سادم في كانت تبقى أصابة في البكارتيопас و замеч Audience يُبقى له شخص آآينى يمكن تلالة الأشكال و يبقى clinical مع أن تتأكد Earlier او رجليه ممكن يبقى الايكتريكا بس يعني انت يكون عنده كنبالجان وانت مش شايفه بس بيتشايف بالأي اي جي او بالسي اف ام بقى نازلة السي اف ام لما يكون بيشانت جالي كنبالجان فيه وانت في الاي سي او وانت في الكل مش هتعرف تعمله اي اي جي مش هيبقى متاح قوي بس ممكن توصله لسي اف ام لو انها مهم والسي اف ام هنتكلم عليها مرة الواحدية هوتو انتربريت الريزلت اللي بقيت لها انا بيطلع الجرافز كده فلطيف ان احنا نعرفه فهنتكلم فيها مرة تمان وبناء دي ناوديكو طولة العمر طيب اه يبقى نعمل اه يبقى هو فيه الكتريكا بس وفيه كلينيكا بس وفيه الاتنين وفيه الكترو كلينيكا او الكترو اه الكترو كلينيكا يعني يكون عنده موفمين السجر يعني ويه وتيجي تعمله اي اي جي او في السي اف ام يبان اللي جديره بالذكر في هذا الموضوع يعني في الكلمتين دول انه لما تلاقي الكتريكا بس والبيشن معضوش كونفالجة تديله تديله تريتمنت تديله انتبال اللي بتكتديله فينوبارب مينتننس ولو دي مجيو مينتننس يعني وده رقول لما ندي فينوبارب على فكرة تبقى كامل الليفي يعني ما تنساش ها تعمل السيرام ليبل اللي فينه ورع عشان تشوف هو اوتيمم ولا له ولا هالا كويس كده طيب يعني زى البيشن اللي عنده اه اي 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 انت كده كده بيوصل له بس لو فردنا فيه واحد تاني مش اي 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 وجاء له كونفالجة وانت مانجد وكل حاجة تمام وصله بس اي اي اف ام برده خلاص ما ينساش قده الاشكال له كونفالجة بعد كده بقى اشكال الموفمنت اللي بتاع سلك في السجر دي ممكن يبقى حاجة تونيك يعني يشد ادي كده او تبقى كلونيك يعني يشد ويفتح خلاص توني كلونيك وممكن تبقى الاثنين بقى تونيك كلوني خلاص وممكن تبقى مايو كلونيك يعني يعمل صدن بريف موفمينت كده معينة حاول اجيب لكم فيديوهات او صور يعني الصور مش هتفيد في الموضوع ده بس يعني على حسب بقى حسب حاول نلاقيه لو فيديوهات تبقى قويس اولا انها بتوضح الصورة احسن فاي ممكن يبقى ده موتر يسموه فيه موتر وفيه لان موتر اللي بيقصدوا به اللي هو الاوتونوميك يعني يحصل الاوتونوميك في مؤمنة معينة كده في صورة كونفالجن او هو الكنفالجن في صورة اوتونوميك يعني ممكن يحصل له مثلا ابنية تبقى كونفالجن لو لو مثلا عنده بيجلو فريكوانت آنيكس بليند ابنية فريكوانت آنيكس بليند ما عندهوش حاجة الاسبيراتوري ولا كاردي ولا متابوليك يعني بلات جاس كويسة والبيز اكسسلو وعمل تفكر في الكنفالجن طيب او ممكن تيجي بقى بقى التاكس تانية بتبقى بريف كده التاكس ديرين بليسليب او حاجة لها اشكال معينة هنا كمان ضروري ن اقول حاجة مهمة انه في اجات تسميها ميمك ابليبتك أتاك انها تكيلها شبه الابليبسي او شبه الكنفالجن وحيش كونفالجن واهمها طبعا الكنفالجن طبعا الكنفالجن بقى يعني الكلام الكلاسيك القديم انك تفرق الكنفالجن من الكنفالجن اكيد تنسيك ايديك كده فأبورت دي الأتاك يبقى دي جيترنس ويبقىش معها حاجة تانية باش معها مثلا ابنية ولا ديساتيوريشن ولا تكيكاردية ولا حالة زي كده فسهل يعني بس بس يوهفتو كنسيدر برضو الجيترنس قلنا لازم نعمله الايه البيزيك لابوركا فلاصل يعني مش الجيترنس تعديه تعديه كيه لما تعمل البيزيك ويبقى كويس ويبقى فيه دي تبقى هابت عند الباشن نقول نقطة كمان برضو في النوات الكونفالجن امتا تريفير الباشن دوه للبيدياتريك نيرولوجيس الحقيقة لو انت عندك افلابية لانك انت تكون صالت البيدياتريك نيرولوجيس ها فيش اي معنى ها فيش اي عيب في ده انه قولنا المانجمينت لازم يكون مولدسپلينر لازم تحاول تدين البيشن البيينفيتس اللي تقدر عليها ما هياش عيب يعني انك انت تتكلم الناس وتاخد second opinion وتحاول توصل لافضل قرار لبيشن المصلحته في النهائية طيب بس انت تلاسيك الي كده لما تروح للساكند لايين يعني انت نفين انت عندك اي 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 وانت ديت لودنج وسبسايدد وبعدين مشيره على المنترنس والأمور كويسة انت كده كده حطه على الـ CFM ولقيت الـ CFM نورمال وكله تمام وهتعمل له MRI لازم في الـ HR هتعمل له MRI بس في اليوم السابع غالبا فما انتش محتاج يعني بداية نولوجيا بس امتا لما تروح للـ Second Line هو نوت كنترول على الـ First Line اللي هو الفين أبار Loading و Half و Half وبعد كده اضطررت تبدي كبرى يبقى في الحالة دي بتروح للايه لبداية نولوجيا عشان يشير في المانيشمنت دي مسألة مهم او دي الكلام ده لو انت عارف سبب للـ Convulgence سواء هو S-E ولا ممكن يكون من انجايدس بس لو مش عارف بقى وانت نيد انفستيجيشن ده هتروح له من بدري يعني عشان يشير بقى في الليستة في انفستيجيشن دي مهمة او وهتشير كمان مع الـ Genetic والمتاكوليك دول مهمين لانت هتبتدئت الانفستيجيشن وبنسبة الموضوع الـ Genetic والمتاكوليك احنا عندنا فيه حاجة اسمها الـ Metabolic Cocktail ودي بتلجأ لها ودي المفهول اللي بيكتبها الـ Metabolic T يعني مضطر انت تركز فيها قوي لان هم هم هكتبوا لان هم هيشاركوا معك وبعد كده هتقعدوا تعملوا وتدوا تريتمنت تتوصلوا للـ First line و Second line و Third line وبعد كده هم هيبدأوا يكون سيدر بقى ان يكون ويبدأ هم يديو قولات نبتدي الكوكتيل اللي هو البريدوكسن والبيوتين و ايه حاجة كمان خلاص كوكتيل كده معين هم عارفين و هم بيكتبوه تم يديه علشان Most probably بيكتب بقى rare causes من الـ Metabolic Dysaurabriya اخر حاجة بقى يعني شكلنا طويلنا يعني فنا فيه الجديد و بالذكر برضو ان احنا نقول حاجتين ايه حاجتين كده مهمين قوي بيبقى اسموهم Penine Neumatal Convulsion بين بين هم نوعين في واحدة Penine Family Neumatal Seager و دي لطيفة قوي اقولكو عليها والتانية Benine Neumatal Seager دول نوعين كده من السجر يعني بتفكر فيهم بقى لما تعمل كل حاجة يعني نوعين كده rare شوية الاولان Neumatal Familia بيبقى عنده Family History و بيجي عادة في اليوم الثاني او الثالث و بيبقاش معا اي حاجة تانية و ما بيحتاجش حاجة و بيروح لوحده على اربع شؤور ستة شهور كده بيختفي و ما بيسيبش اي النوع التاني الاديوباسيك برضو بس ده بيسموه الفيفس اللي هو الفيفس دي ديزيز يعني ده اللي بيجي في اليوم الخامس و برضو ما بيبقاش كلينيكال ما فيش اي اه significant كلينيكال بروبلم عنده و سبسايد برضو spontaneously و ما فيش منه اي مشكلة دول النوعين بس لازم يتعالجوا يعني ولازم طبعا ما بتوصل لهمش بقى الا بعد معاناة من الانفستيجيشن تيكسي كلوجين والكنسولتيشن و لكن يعني مهم نبقى عندنا فكرة عنهم الحاجة التالتة معاهم بقى اللي حاجة اسمها انفنتايل سليب مايو كلونس بهم التلاتة دول حاجات كده ابنورمال كلينيكال كيسيس من الليونيات الكنفجي لقى هم بريزنتيشن معينة و كاركترستيك كلينيكال كورس كده البناين انفنتايل سليب مايو كلونس دي دي بيبقى بريف أتاك وبتبقى صادن ديرينج اللي سليب و بقى برضو كلينيكال كويس وتبقى سبسايبت سون وزن من فلكن مهم نكونسيدر التريتمنت فيها و عادة اللي حيشوفها بقى ويتابعها عادة البيدياتريك نيروليش ده كان موضوع امونية الكنفجي حاولنا نقوله بشكل عملي بشكل حقيق بريف براكتيكال بريف يينيكال يعني ايه بس شكرا خلاهو عليكم ورحمة طيوة وبركة